قلبك بالأمان كوكب الأرض في زمناك ضيعه فيه المعاني لو تحب تشوف وتسمع صد بلا له جاي تاني انسى كل هموم حياتك يلا نروح لكوكب تاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا وألف مليوم مرحب بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع كوكب تاني أخوي وحبيبي كوكب اللي لدي هو أهم كوكب بدون مبلغة والله أهم كوكب هنطلعه ونحاول نتعرف على سكانه ونحاول نحن نتخلق بالخلق الجميل اللي موجود في الكوكب ده لأن بدون الخلق ده لا تصلح لنا لا عبادة ولا طاعة ولا نافلة ولا فريضة ولا أي شيء لا يقبل مننا أي عمل من الأعمال إلا بأن نتخلق بخلق أهل هذا الكوكب أخوي وحبيبي في عجالة سريعة تعالى نركب سفنت الفضاء ونطلع فورا في التول لحظة على كوكب الإخلاص اللهم ارزقني وإياكم الإخلاص واجعل أعمالنا خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى أخوي وحبيبي أي شيء في الدنيا لا يصلح بدون إخلاص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى يبد أن يكون العمل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى تعالى بسرعة عشان ما يضعش الوقت تعالى نتعرف على سكان الكوكب الجميل ده وكان أول قصر علي منه وإحنا داخلين ملفت للنظر جدا هو قصر الصديق أبي بكر رضي الله عنه أرضان اللي عمل أعمال لا تخطر على قلب بشر وكلها كانت ابتغاء مرضات الله والذي شهد له ليس أنا ولا أنت وإنما شهد له الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم لو تفتكر حضرتك أبو بكر لما شاف بلال رضي الله عنه ورده يعذب وإذا به يقول حينما وجد بلال وهو يعذب ويقول أحد أحد يقول ينجيك الله الواحد الأحد ولم يكتفي بذلك بل ذهب وصف التجارات وجمع الأموال واشترى العبيد والأرقاء ليعتقهم ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى فكان من بين من أعتقهم بلال فقال المنافقون والله ما أعتق أبو بكر بلال إلا ليد كانت لبلال عنده يعني بيقولوا أن أبو بكر عمل كده لأن بلال أكيد قدم له معروف قبل كده هو من باب قدم السبت عشان تلاقي الحد فسكت أبو بكر ولم يتكلم ولم يلتفت فنزل قول الله عز وجل وسيجنبها الأتقل الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجز إلا بتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى الله أكبر فالذي شهد له أنه عمل هذا العمل ابتغاء مرضات الله هو الذي يعلم خائنة الأعين وما تغفر صدور أخوه حبيبي في الحديث الذي رأى أبو داود بسندا صحيح أن عمر بن خطب لما ندب النبي أصحابه للصدقة جمع نصف ماله وذهب إلى النبي وقال والله اليوم أسبك أبا بكر إن شاء الله إن كنت سبقته يوما يعني إن شاء الله أنا ناوي النرض أسبأ أبا أبو بكر مرة قال فوضعت نصف ماله في حجر النبي فقال النبي يا عمر ماذا تركت لأهلك وأولادك قال تركت لهم مثلة قال عمر فوجدت أبا بكر قد سبقني ووضع ماله كله في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي يا أبا بكر ماذا تركت لأهلك وأولادك قال تركت لهم الله ورسوله الله أكبر شفت قدي أبو بكر الصديق رضي الله عنه ورده جماعة بذل نفسه وأولاده أسرته وماله وكل ما يملك من أجل خدمة هذا الدين ومن أجل خدمة الرسول صلى الله عليه وسلم فاستحق أن يكون الرجل الأول في هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالوا نشوف الأصر اللي قدامه على طول مباشرة مش محتاجة كلام ده أصر عمر بن الخطاب اللي حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال لو كان نبيهم بعدي لكان عمر ومستحيل يكون فيه نبيه مش مخلص وقال صلى الله عليه وسلم إن الله أجر الحكمة على قلبه ولسانه عمر موقف جميل جدا ومؤثر جدا عمر بن الخطاب في يوم من الأيام أنس بن مالك شافه هو داخل البستان فقاله وقفته وراء الجدار بتاع البستان عشان نسمع نشوف عمر بيقول إيه وإذا يا بعمر بن الخطاب بيكلم نفسه شوف في آخر إخلاص العبده فيما بينه وبينه ربه جل وعلا بيقول عمر بن الخطاب أمير المؤمنين بخن بخن والله لتتقين الله يا عمر أو لا يعذبنك الله الله أكبر حق لعمر بن الخطاب إن يحصل له كرمات عظيمة جدا سبحان الله بسبب إخلاصه لله جل وعلا عمر بن الخطاب اللي بيقول وافقت ربي في ثلاثة مواطن وهو الأصل إن وافقني ربي هو الرأي وفلان الرأي وفلان الرأي فجاء القرآن موافقا لرأي عمر لكن من باب التأدب مع ربنا قال وافقت ربي في ثلاثة مواطن وكان ينزل القرآن فعلا موافقا لرأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه عمر بن الخطاب اللي من إخلاصه قال له النبي صلى الله عليه وسلم إيه يا ابن الخطاب والذي نفس بيدي ما لقيك الشيطان وسالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك عمر بن الخطاب اللي رضي الله عنه وارضاه اللي في يوم الأيام لما عمر بن العص لقى إن أهل مصر بيجوا في يوم معين كده في شهر بقونا بيشتروا أجارية من أهلها بتمنها أو بتقلها دهب وبيحلوها بالدهب ويرموها في النيل عشان يرضوا النيل عشان النيل يفيد عليهم من المأفى قال إن هذا لا يكون في دين الله ده شرك بالله سبحانه وتعالى فأرسل العمر بن الخطاب قال لقد أصبت وإن هذا لا يكون في دين الله فإذا وصلتك رسالتي فستجد فيها بطاقة خذ هذه البطاقة وألقيها في النيل كان البطاقة مكتوب فيها يا جماعة من عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى نيل مصر بيكلم النيل بيكلم جماعة ليه لأنه عارف إن كل الكائنات جند من جنود الله والمسلمون هم خير جند الله قال من عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى نيل مصر أما بعد فإن كنت إنما تجري من قبلك لو كنت بتجري كده جدعان منك يعني فلا تجري وإن كان الله جل وعلا هو الذي يجريك فنسأل الله جل وعلا أن يجريك فألقى عمر بن العصر البطاقة وقد تأهب أهل مصر أن يرحلوا من أرض مصر بعدها بيوم وإذا بهم في الصباح الباكر يجدون النيل قد ارتفع 16 متر بفضل الله سبحانه وتعالى وقطع الله عادة السوق عن أهل مصر عمر بن خطاب اللي في يوم الآيام أرسل جيش على مسيرة شهر من المدينة المنورة وإذا به وهو في خبة الجمعة فجأة وقف وقال يا سارية الجبل بعد شهر عاد رجل من الجيش وقال له عمر ماذا صنعتم؟ قال كدنا أن نهزم لولا أن سمعنا والله صوتا يشبه صوتك يا أمير المؤمنين يقول يا سارية الجبل أي تحصن بالجبل يعني خلي الجبل في ظهرك عشان تقدر تقاتل أعدائك بسهولة قال فتحصنا بالجبل لما استمعنا إلى هذا النداء ففزنا بفضل الله سبحانه وتعالى فقال عبد الله بن عمر والله إنه لصوت أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وارضاه تعال نشوف الأصر الثالث والأصور كتيرة جدا لكن هنكتفي ببعض الأصور لأن الوقت لن يكفي تعال نشوف الأصر الثالث أصر سعيد بن عامر الجمحي اللي بكل أسف بعض المسلمين ما عرفوش اسمه وما عرفوش من هو سعيد بن عامر الجمحي سعيد بن عامر الجمحي اللي في يوم الأيام عمر بن خطاب رحله طلب منه أن يكون والي على بلدة حمص فقال عافني يا أمير المؤمنين لا أريد الولاية ولا أريد الشهر ولا أريد جاها ولا مالا فقال سبحان الله تجعلون ذلك في عنقي ثم تتخلون عني والله لا تتولين على حمص فقال إنا لله وإنا لا يرجعون اعتبر أنه عشان يبقى محافظ أو والي على مدينة حمص اعتبر أنه ده بلاء أن يكون والي أو يكون رجل صاحب وجاهة أو مكانة سبحان الله فذهب سعيد بن عامر إلى بلدة حمص وعاش عيشة الزاهد المخبت العابد الخاشع بفضل الله سبحانه وتعالى بعد فترة أنت عارفينه عمر بن خطاب كان يحب يطمئن على أحوال الولاء بيعملوا إيه أخبار وميه عشان لو في حاجة غلط يقومها على طول عمر بن خطاب فذهب وقال أهل حمص هل تجدون في أنفسكم شيئا على سعيد بن عامر قالوا لا والله إنه رجل فاضل والله يعني ما رأينا مثل غير أننا نحمل عليه أربعة أشياء فبكى عمر بن خطاب وقال اللهم لا تخيب ظني في هذا رجل فما علمته إلا من خيرة أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال ما هي إيه الأربع حاجات قالوا له لا يجيبوا أحدا بالليل لما ناجع عليه بالليل لا يمكن يرد على حد التانية أنه كان لا يخرج إلينا حتى يتعالى النهار يعني بعد ما يصل للفجر ويجلس لحد الشروق كان يخرج لنا مثلا إيه قبل الدور مثلا بساعة أو ساعتين كان لا يخرج حتى يتعالى النهار قال لهم والتالتة قالوا له والتالتة في يوم في الشهر لا يخرج إلينا أبدا قال لهم الرابع قالوا له الرابع أنه أحيانا في مجلس الحكم أحيانا يحصل له شيء من الصرع فيصلع ويلقى على الأرض فقال أجب يا سعيد قال عافيني يا أمين المؤمنين قال والله لا تجيبنا لابد أن تجيب لازم أنت تفعى عن نفسك التهم ديت فقال سعيد بن عمر أما الأولى أني لا أخرج لهم بالليل فقد جعلت النهار لخدمة الرعية وجعلت الليل بين يدي الله أناجي ربي وأبكي وأصلي بين يديه سبحانه وتعالى فبكى عمر وقال الحمد لله أما الثانية قالوا أما الثانية فإني لا أخرج إليهم حتى يتعالى النهار فإني رجل فقير لا أجد خادما ولا أجد من يعينني وامرأتي مريضة فأنا أطيب لها المكان وأنظف لها المكان وأعد لها الطعام والشراب ثم أخرج إليهم بعد ذلك فحمد الله عز وجل عمر بن خطاب وقال والثالثة قالوا أما الثالثة فإني لا أخرج إليهم في يوم من الشهر لأني لا أمتلك إلا ثوبا واحدا فأقسل ثوب في هذا اليوم وأنتظر حتى يجف ثم أخرج إليهم فقال عمر الحمد لله ورابعة قال أما الرابعة فإني أسرع أحيانا في مجلس القضاء أو مجلس الحكم لأني كنت في الجاهلية أو كنت قبل أن أسلم قد حضرت مصرع خبيب بن عدي وهو يقتل وأنا لم أستطع في هذا اليوم أن أنصر خبيب بن عدي فلما تذكرت هذا المشهد أو أسرع خشية أن يؤاخذني المولى عز وجل لما لم تنصر خبيب بن عدي فقال عمر الحمد لله الذي لم يخيب رجاء أو ظن في هذا الرجل فما علمته إلا من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عشان كده هذا الصحابي الجليل سعيد بن عامر كان له قصر عظيم جدا في كوكب الإخلاص تعالوا نشوف مين تاني كان له قصر في كوكب الإخلاص سفينة من حضراتكم أعرف مين هو سفينة سفينة ده مولى النبي صلى الله عليه وسلم وما كانش اسمه سفينة كان في إحدى الغزوات الصحابة تعبوا جدا من شيل الأشياء الأوراب بتاعتهم فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ألا نجد من يحمل هذا المتاع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تعالى نحمل هذا على المولى بتاعه وقال أبسط يديك هكذا فستكون سفينة بإذن لأي ستكون في قوة السفينة فحمل المتاع على يديه فما كان يشعر بتعب حتى قال والله لو وضعت ناقتين على عنق بعد دعاء النبي والله ما شعرت بتعب أبدا لأني صرت في قوة السفينة سفينة رضي الله عنه وارضاف في يوم من الأيام ركب سفينة فلما ركب السفينة تحطمت السفينة دي تغرق كل الناس المعاه إلا هو تعلق بلوح من الخشب حتى وصل إلى جزيرة من الجزل يقدر ربنا سبحانه وتعالى أنه نجى من البحر طلع على الشط لأى نفسه قدام أسد سبحان الله أرزاق يعني وخب لك يعني طلع من البحر لأى الأسد قدام قال فخشيت من الأسد ولكن خشيتي وخوفي من الله كان أعظم من خوفي من الأسد فنظرت إليه وكلت لتمس رزقك في مكان آخر يا أبا الحارث وإذا بالأسد ينظر إلي ويرجع إلى الوراء وكانه يقول اتبعني امشي وراي قال فمشيت وراي الأسد والأسد كل شوية يلتفت وينظر إليه ثم يمشي أمامه لحد ما وصلوا إلى المكان طالع منه دخان يعني فيه ناس موجدين في المكان دو بيشو لحمه بيستقبل الضيوف ثم نظر إليه الأسد قال سفينة فوالله لقد غرورقت تعين الأسد بالدموع وكأنه حزين لفراقي من الذي سخر الأسد لسفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم إخلاصه لله جل وعلا وحبه لله وإن من شيء إلا يسبح بحمده وما من دبة إلا هو آخذ بناصرتها فالمولى عز وجل هو الذي سخر قلب الأسد حتى يكون رحيما بسفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم لكن كان أعظم قصر في الكوكب ده كالعادة هو قصر سيد المخلصين سيد الأولين والآخرين الذي علم الكون كله الإخلاص حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أخوه وحبيبي هل تتخيل حضرتك إن في إنسان على وجه الأرض أخلص من النبي محمد ده النبي هو اللي علم الكون ده كله الإخلاص هو اللي علمنا إزاي إن احنا يكون لنا خبيئة من عمل نخلص فيها بيننا وبين الله سبحانه وتعالى حتى يتقبل الله عز وجل مننا هذه الأعمال طب تعالى في أجالة سريعة نشوف مجالات الإخلاص أنا لو عصت إن أنا أبا مخلص أبا مخلص في إيه مجالات الإخلاص كتيرة جدا لأنا أختار بس إيه بعض العناصر السريعة كده عشان نعرف إزاي نخلص وإيه هي الحاجات اللي ينبغي ويجب علينا أن نخلص فيها أول حاجة ودي أعظم حاجة إخلاص التوحيد لله أصل الأصول فالإسلام عقيدة تنبثك منها شريعة تلك الشريعة تنظم شؤون الحياة ولا يقبل الله عز وجل من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم العقيدة ليس أمرا ثانويا ده أصل الأصول أصل الأصول أن أنت تكون موحد وأن أنت تعبد ربنا سبحانه وتعالى يقول صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله خبّلك يبتغي بذلك وجه الله بل أخوي وحبيبي هتفوز بشفاعة النبي لو أخلصت التوحيد لله حديث البخاري أيضا عن أبو رايل أنه سأل النبي وقال من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله قال له صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي اللي يقول لا إله إلا الله خالصا من قلبي ليس من أجل جاه ولا من أجل دنيا ولا من أجل شهرة ولا من أجل خوف ولا غير ذلك قالها خالصا من قلبي فهذا يفوز بشفاعة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بأول حاجة إخلاص التوحيد لله وعشان كده محتاجين نقرأ في كتب العقيدة ومحتاجين نفهم يعني إيه التوحيد وعني إيه عقيدة ويعني إيه توحيد الربوبية يعني إيه توحيد الألوهية يعني ايه توحيد الاسماء والصفات محتاجين يا مسلمين نتعلم ونفهم الامور دي كلها دي ده فرض يعين على كل مسلم يعلم عقدته ويفهم يعني العقيدة ويفهم يعني ايه التوحيد دي مسألة مهمة جدا الحاجة التانية اخلاص التوبة في الحديث اللي في البخاري ومسلم كلنا طبعا عارفين قصة الرجل اللي قتل تسعة وتسعين نفس الرجل ده عايز يتوب هو رجل مخلص بجد مخلص قال دلوني على اعلم اهل الارض فدلوه على اعبد اهل الارض والعابد قد يعبد الله عز وجل على جهل فذهب اليه قال له هل لي من توبة قال له عملتي قال له قتل تسعة وتسعين نفس قال له طبعا لا يعني قتل تسعة وتسعين نفس وجاعز توب ملكش توبة فالتاني قال خلاص مدام أنا رايح رايح ركتر الفضاح راعت له واخبلك ورحمة كمل بالمية كمل بالمية وما زال رجل مخلصا فعلا نفسه يتوب قال دلوني على اعلم اهل الارض فالمرة التانية دلوه على اعلم اهل الارض فذهب اليه وقال يعني انت عارفين طبعا القصة كلكم قال له اريد ان اتوب قال ماذا صنعت قال قتلت مئة نفس هل لي من توبة قال اجل ومن يحول بينك وبين التوبة ولكن اخرج من ارض السوء التي انت فيها واذهب الى ارض كذا ففيها اناس يعبدون الله فاعبد الله معهم فذهب منتصف الطريق كان ملك المتف انتظاره قبض روحه طيب قبضت روح هذا الرجل ايه اللي يحصل المولى عز وجل ارسل ملائكة الرحمة وملائكة العزب ملائكة الرحمة تقول انه جاء تائبا يعني فعلا رجل مخلص جاء تائبا وملائكة العزب تقول انه لم يعمل خيرا قط ده لسا ما عملش اي خير فالمولى عز وجل تكرمة لهذا العبد يرسل ملكا في صورة بشر ويقول انا احكم بينكم قيصوا ما بين الارضين فالى ايتهما اقرب فاقبضوه فقاسوه فوجدوه اقرب الى ارض التوبة بشبل واحد فقبضتهم ملائكة الرحمة امر ارض التوبة انت قاربي امر ارض المعصية انت بعدي فقاسوه فوجدوه اقرب الى ارض التوبة بشبل واحد فقبضتهم ملائكة الرحمة رقم ثلاثة الاخلاص فيه او في ايه تاني ايه مجالاته الاخلاص في الحب في الله قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الامان كان من ضمنها وان يحب المرأة لا يحبه الا لله شوفت ديه ان ان انت لما تحب انسان ما تحبوش الا لله لا من اجل منصب ولا من اجل جاه ولا من اجل فلوس ولا مصلحة ولا من اجل بقدم السبتة عشان الحد ده من السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل الا ظل رجلان تحب في الله اجتمع على ذلك وتفرقوا على ذلك ايه تاني من المجالات الاخلاص الاخلاص في الصلاة اسمع لكلام حبيبك صلى الله عليه وسلم كما عنده النساء بسنة دين صحيح النبي بيقول ايه من اتى فراشة بالله عليك ركز معا في الحديث كده من اتى فراشة رايح نام وهو ينوي ينوي باخلاص بقى من النية وهو ينوي ان يقوم يصلي من الليل فغلبته عينه حتى يصبح كتب له ما نوى وكان نومه صداقة عليه من ربي يعني هو داخل ينام فنوى باخلاص ان هو يقوم يصلي قيام الليل ويصلي صلاة الفجر غلبته عنيه نام لحد الصبح ايه اللي حصل اتكتب له كل قيام ليل وصلاة فجر وكان نومه صداقة عليه من ربه جل وعلا الحديث الثاني روى احمد بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من احد يتوضى فيحسن الوضوء ثم يقوم فياركع ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة وغفر له ولذلك كان الحسن رضي الله عنه ورضاه لما بيسألوا كيف كنتم تصلون على العهد النبي قال لهم ايه قال كنا نصلي وكأننا وقوف على الصراط اللي هو أضق من الشعر وأحد من السيف وكأننا وقوف على الصراط والجنة عن اليمين والنار عن الشمال والكعبة من أمامنا وملك الموت من خلفنا ينتظر قبض أرواحنا بعد تلك الصلاة ونحن جميعا بين يدي الله ثم إذا قدية الصلاة لا ندري أقبلت أم ردت علينا إخلاص نية وإتقام في العبادة وخشوع لله سبحانه وتعالى إخلاص في إيه تاني يا جماعة الإخلاص في الإنفاق النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود من الريح المرسلة في الإنفاق وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حينما يأتيه جبريل يدارسه الكرآن صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم المولى عز وجل يقول من قبل ذلك ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ليه إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور الله أكبر حبيبنا صلى الله عليه وسلم لما ندب المسلمين للصدقة منهم من جاء بألف دينار ومنهم من جاء بكذا ومنهم من جاء بكل مالي ومنهم من جاء بنصف مالي ومنهم من جاء بعنقود من عنب ومنهم من جاء وقال اللهم إنك تعلم أني لا أملك درهما ولا دينارا فاللهم إني أشهدك أني قد تصدقت بأرضي على كل من شتمني أو سبني أو آذان فقد سامحته لله وأنت أولى بالمسامحة يا رب العالمين الله أكبر حبيبنا صلى الله عليه وسلم يخبر كما في الصحيحين إن من ضمن السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا أظل إلا ظله رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه الصدق وإخلاص مع ربنا سبحانه وتعالى حبيبنا صلى الله عليه وسلم ويقول أيضا كما في الصحيحين إن المسلم إذا أنفق على أهلنا فقط وهو يحتسبها كانت له صدقة وبمناسبة نحن في شهر الصيام يعني النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أيضا الإخلاص بالصيام قال صلى الله عليه وسلم حديث ثالث حديث ثالث حديث ثالث إخلاص في إي تاني إخلاص في طلب العلم إخلاص في الحج النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كام ولدته أمه وعند ابن ماجهة بسنة دانصحي قال صلى الله عليه وسلم اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة الله بيعلمنا إزاي نخلص النية لله وأخواني وأحبابي كمن السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظله إلا ظله السبع كلهم بيجمعهم الإخلاص خب بالك سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظله إلا ظله أول واحد إمام عادل من اللي بيجبر الحاكم أن يكون عادل حد بيجبره ده هو بإشارة منه بيعمل أنه عايزه في الأمة كلها ورغم ذلك هو عادل ليه لأنه مخلص النية لله لأنه بيراقب ربه عز وجل وعارف أن ربنا مطالع عليه أدي إمامه عادل تاني شابه النشأ في عبادة الله إيه اللي بيجبر الشاب أن ينشأ في عبادة الله ما يقدر يعيش حياته ويتمتع ويعمل اللي هو عايزه لكنه عارف أن ربنا مطالع عليه فهو مخلص النية لله فنشأ في عبادة الله وبعدين رجل قلبه معلق في المساجد حد بيجبره على كده أبدا إخلاص النية لله رجلان تحب في الله اجتمع على ذلك وتفرق على ذلك بحبك لله وما بحبكش عشان مصلحة وما بقدمش السبت عشان للاقي الحد إخلاص نية لله رجل دعتهم رأة ذاته منصب وجمال فقال إني أخاف الله رجل مخلص رجل تصدق بصدقة فأخفها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه برضو عنده إخلاص ورجل ذكر الله خاريا ففاضت عيناه أخوي وحبيبي من ضمن مجالات الإخلاص أيضا الجميلة الإخلاص في الدعاء الله قال صلى الله عليه وآله وسلم كما عند التلميذ بإسنات حسن ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة خل عندك حسن ظن بالله ولما تتهي اخلص النية لله سيدنا عكرمة فاكر حضرتك لما النبي دخل مكة وأمن الناس جميعا إلا أربع من الرجال ومرأتين قال إذا لقيتموهم فاقتروهم ولو ممسكين بأسطار الكعبة كم من ضمنهم أخوي وحبيبي يا كريمة بن أبي جهل راح ركب سفينة وهرب قال خلاص مدام النبي دخل أكيد هيئتني لأنه يعني أحل دم خلاص فأنا أهرب بقى واطلع في أي حتة فلما هرب وإذا بالأمواج يعني تعلو وتضطرب وحال البحر لا يستقر والأمواج بقى عاتية جدا والسفينة هتغرأ فإذا بربان السفينة يقول أيها الناس أخلصوا في الضعاء فإنه لا ينفعكم ولا ينجيكم هنا آلهتكم التي كنتم تعبدون وإنما ينجيكم الله عز وجل الذي في السماء فإذا بأكريمة يقول والله لئن كان لا ينجيني إلا الله فوالله لئن نجاني الله عز وجل لأرجعن إلى محمد صلى الله عليه وسلم فلا أضعن يدي في يديه فلأجد أنه عفوا كريما برا رحيما صلى الله عليه وسلم وبالفعل عادة اكريمة بعد أن نجاه الله عز وجل وكانت زكت أمه حكيم كانت أسلمت وخادت اكريمة وراحت للنبي صلى الله وسلم وطلبت منه أن يعف عنه فسامحه النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بأكريمة يقول والله يا رسول الله ما وقفت موقفا في عدائك إلا وقفت أضعافه في نصرتك وما أنفقت نفقة في عدائك إلا أنفقت أضعافها في نصرتك وظل أكرمة مجاهدا عابدا قانتا لله إلى أن وصل إلى معركة اليارموك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال من يبايع على الموت فبايع ربعمائة واحد وقام يقاتل مع هؤلاء الناس حتى قتل شهيدا وهو ينطق كلمة التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو حديك تفتيك القتابة بن مسلم لما راح يفتح بلاد كابل فاستعصت عليه فقال للناس التمسيني محمد بن واسع محمد بن واسع ده من خيرة التابعين فوجدوه متكئا على عصاء رافعا يديه لأسماء يقول يا رب اللهم نصرك الذي وعدت فعادوا إليه وقال قالوا يا قتابة وجدناه رافعا يديه لأسماء يدعوا قال أبشروا أبشروا والله بالنصر فلا أصبعي محمد بن واسع وهي تشير إلى السماء أحب إلي من مائة ألف شاب طرير ومن مائة ألف سيف شهير بفضل الله سبحانه وتعالى وجاء النصر بفضل الله أخويا وحبيبي ده إسلام عمر بن الخطاب كان بسبب إخلاص دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد عند الترمزي بسندا صحيح إن النبي كان بيطعب هذا الدعاء اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك بعمر بن هشام اللي هو أبو جهل أو عمر بن الخطاب فكان أحبهما عمر بن الخطاب فأسلم بفضل الله كان النصر يوم بدر ويوم الأحزاب كان أيضا بفضل الله أولا ثم بإخلاص الدعاء من النبي محمد صلى الله عليه وسلم رقم عشر أخوي وحبيبي إخلاص النية في طلب العلم أخوي وحبيبي حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تام من حجته وعند ابن ماجه بسندا صعيح قال صلى الله عليه وسلم من جاء مسجدي هذا لم يأتيه إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو في منزلة المجاهد في سبيل الله آخر حاجة إخلاص النية في طلب الشهادة قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشة أكيد محتاجين نتخلق بهذا الخلق إخلاص النية محدش ينفعك إلا الله سبحانه وتعالى الدنيا دي كلها مش هتنفعك الكون ده كله لو مدحك ولكنك عند الله مزموم فلن ينفعك أحد ولو كنت مزموما عند الناس ولكن الله عز وجل يحبك فلن يضرك أحد أخوي وحبيبي من استطاع منكم أن يؤثر الله عز وجل في كل مقام فليفعل جدد نيتك دايما قول يا رب اجعل قلبي بكل ما فيه خالصا لوجهك يا رب اجعل صرتي خالصة لوجهك يا رب اجعل أعمالي خالصة لوجهك اجعل عباتي اجعل أعمالي اجعل انفاقي اجعل تربيةي لأولادي اجعل أي شيء يا رب أنا بعمله يا رب خالصا لوجهك ودايما جدد النية أخوي وحبيبي وما أمر إلا ليعبد الله مخلصين له الدين أخوي وحبيبي يعني إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر عليه والله العظيم حديثي أطعى القلوب الثلاثة أول من تصعر به من نار يوم القيامة ثلاثة بسبب فقط عدم إخلاص النية لله قارئ الكرآن اللي ممكن يكون في أعلى درجات الجنة يعني بكل أسف كان أول من تصعر به النار لو كان لأنه لم يخلص النية لله لكنه لو أخلص النية لله سيكون في أعلى درجات الجنة المجاهد اللي هو أعلى درجة بعد الأنبياء والصدقين برضو إن لم يخلص النية لله سيكون أول من تصعر به النار والمنفق سيكون في أعلى درجات الجنة لو أخلص النية ولو لم يخلص النية لله سيكون أول من تصعر به من نار يوم القيامة أخوي وحبيبي ربنا يجزقني وإياكم الإخلاص في النية وفي القول والعمل والحال يا رب العالمين تعالوا نركب سفينة الفضاء ونرجع مرة تانية علشان نطلع بكرة رحلة جميلة جدا لسفينة الفضاء لكوكب تاني سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابه وسلم أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة